ما عنديش وسائط النعمة أنا سكنة في بلد ما فيهاش كنيسة والبيت اللي أنا فيه ممنوع تطلع غير الظروف الخاصة ما نطلعش يعني منه غير الظروف الخاصة ما عنديش مؤمنين عايشة فيه زروف صعبة أنا بحاول أحافظ على علاقتي بربنا لأنه هو وحده اللي بس حاسس بي فتقول لها إيه أو تقوله إيه طبعا إحنا الإنسان اللي بيبقى متواجد في مكان مفهوش كنيسة لابد هيجي وقت زي ما بتقوله فيه ظروف خاصة بخرج فيها هتخرج لكنيسة أو هتسافر أو بعض الناس بقى في دول ما فيهاش كنيس أو حاجة فعلى أل بقى بقيت الوصاية هيصلي وربنا موجود معاه في كل وقت هيقرأ كتاب مقدس هيصوم الأصوام كلها ويكون يعمل بالوصاية كلها ويا ابني أعطيني قلبك ولتلعز عينك طرقي أتصرف أنا كتعليم المسيح حتى لو أنا في وسط مش مسيحيين في أي بلد ساعات ملحدين لكن أنا بتصرف معهم ليروا أعماليكم الصالحة يمجدوا أباكم اللازي في السماوات يبقى الأخت دي هتمشي في طريق الله ووصايا الله وتقرأ كتاب المقدس وكأنها عايشة جنب الكنيسة لحين لما تيجي فرصة أكيد أجازة سنوية هتنزل الفرص الخاصة بتعليها تنزل أول ما تنزل لازم تتناول لأن التوبة قبلها حساب للنفس لكن بعدها اعتراف وبعدها تناول يبقى إذن إحنا موضوعا عن التوبة والفرصة الأخيرة كل واحد يجلس مع نفسه لازم يحاسب نفسه كل يوم زي ما قلنا قال مرئ إسحاء لازم تقعد ساعة مع نفسك وتحاسبها في ناس بتحاسب نفسها كل سنة زي ما قلنا عرص سنة في ناس تحاسبها كل شهر في كل أسبوع في كل يوم في كل خطوة لما هيطلعوا سلمة يعودوا يحاسبوا نفسهم هنا عمزة المنخل اللي كل ما العيون ديقة كل ما هيقدر أنه هو ينزل دقيق ناقي ترجمة نانسي قنع